من أجل إيقاف هذه الحرب ومنذ تحول هذه الخلافات إلى حرب ساخنة فأحنا اعترضنا على ذلك ودائما دعونا الأطراف إلى السلام ومنذ إلحاق القرم أو شبه جزيرة القرم بروسيا ونحن دائما نؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية الجوانب العديدة المتعلقة بتقديم الدعم التركي في مجالات الاقتصاد والتجارة والدعم اللوجيسي نائما نحن مستمرون على هذا النهج وأيضا نحن من أكثر الدول التي تبذل جهودا حفيثة لدفع الأطراف لجلوس على طاولة الحوار فإحنا استضفنا اجتماعا مهما جمع الأطراف في إسطنبول ففي الصيف الماضي أيضا ومع الأمم المتحدة كان أيضا اتفاق مهم وهو اتفاق الحبوب الذي أيضا كان اتفاقا مهما فمن خلال ذلك الاتفاق أوصلنا الحبوب الأوكرانية إلى العالم ونأمل أن يمدد لهذا الاتفاق مرة أخرى حيث سينتهي في 17 من تموز الشهر الحالي وأنا أؤمن بأن العضوية الأوكرانية في حلف شمال أطلسي الناتو حقا يجب أن تناله فأؤكد مرة أخرى في أمام حضاراتكم لا يوجد خاسر لسلام عادل والخلافات مهما كانت يجب التغلب على الخلافات ويجب الوصول إلى السلام فالشركات التركية مستعدة لأن تأخذ المسؤولية وأن يكون لها الدور في إعادة إعمار الدولة الأوكرانية أيضا موضوع القرم والتتر الأتراك الذين يسكنون هناك نحن دائما معهم ونؤكد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم والحفاظ على هويتهم وأيضا لشبه جزيرة القرم والنظام الإداري الذي تتمتع به يجب أن تعود إلى الأراضي الأوكرانية فنحن مرة أخرى نقول وأن يجب أن يكون هناك حوار ينهي الخلافات وينهي تلك الحرب ونحن أيضا نقول بأن الحوار هذا سيكون خيرا على الدولة الأوكرانية وروسيا وأيضا الدولة المنطقة وأشكلكم جزيل الشكر مرة أخرى على الاهتمام وعلى هذا الحضور وأريد التنويه بأن أيضا لدينا بشرة نريد أن نزفها إليكم متعلقة بتحسين رواتب المتقاعدين ونقول بأننا سننفي بجميع الوعود التي قطعناها على أنفسنا في الانتخابات